شارقت مصر في فعاليات المؤتمر الدولي للتقنيات البترولية 2022 الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في الفترة من 21 وحتى 23 من فبراير وخلال جلسات المؤتمر أكد وزير البترول لطارق الملة أن مصر تهدف إلى أن تصل نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيد الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035 وأشار الوزير إلى أن مصر تعتمد حاليا على نسبة تبلغ 20% للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة القهرومائية في مزيد الطاقة وأنه يجري حاليا إنشاء محطة للطاقة النووية